السلام عليكم هل ما زلت تستخدم الأنموات التقليدية كالنقش لقفل هاتفك الأندرويد؟ أكيد جوابك نعم حسنا اليوم أتيتكم مشاهدين الأعزاء بتطبيق خرافي بنوع جديد من أقفال الهاتف وبفكرة مبتكرة اسم التطبيق مهم اسمه هكذا هذا هو التطبيق وسأقوم بشرحه ابتداء من تحميله بالبلاي ستور كلما عليك بالكتابة هو هذا هو التطبيق ثم الدخول إليه هكذا وهذه هي واجهة التطبيق وبدايته بداية التشغيل كلما عليك لأنه يلتقط صورة المتطفلين هذا هو الكود تقول بتريئت تختار نوع القفل الذي تريده أنا شخصيا سأختار هذا القفل يقول مثلا سأكتب اسمي هذا هو سؤال أمان يقول يكتب اسمك أو أي شيء تتذكره دائما ثم تكتب مثلا كود أنا مثلا سأختار 2017 ثم نكست وهو يشرحه الآن كيف تدخل الكود مثلا تبحث عن الرقم الذي تريده مثلا 2017 تبحث عن الرقم 2 كبداية تبحث عن المكان الذي يتواجد فيه تضغط على هذا الرقم ثم على الرقم على الدائرة التي يتواجد فيها الرقم 2 ثم كذلك الصفر ثم واحد ثم سبعة كذا وهو يقول إذا 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 تضغط على الدائرة التي يتواجد فيها الرقم 3 يقول يبحث عن الدائرة التي يتواجد فيها الرقم 8 ثم يبحث عن الدائرة التي توجد فيها الرقم 8 ثم يضع عليها هذا كل شيء سأخذ سأخذ مثلا اختارت أمان 2017 سأخذ ثم 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 هذا هو يختار الشمال الخاص بك. مثلاً. بك إنه يرون يرون باسكورد. باسكورد إز أفن وسبحاش. بك أبدو إنه بين إنكاز يرف فورجتر. ما قل ما دخل الجمال مثلاً. أردت أتك إشعار أو أي شيء لهاتفك لبردك الإلكتروني لقول له. وهذا هو الكود. يتميز بأيضاً إن كنت تريد والخلفية والتيم. وهذا هو إنما تدخل إلى الماجيك. بعد ذلك إن كنت تريد مثلاً تشغيل مسرع الشحن. هذا هو. تحتاج كل ما عليك وان. ولكن أنا لا أحتاجه كثيراً. وكذلك تحت تدخل في ما يخص هذا بينجين لوك برو. هذا هو عندما تقوم بإقفال هاتفك تجد في الشاشة الرئيسية كل من فيسبوك وواتساب والتطبيقات التي تريد إضافتها كذلك تجد رمز زائد. تضغط عليها تختار أي رمز تريده. وكل ما عليك هو يبقى يدك على تلك المثلثات على تلك الدوائر مثلاً عندك هكذا كما يريد واحد مثلاً واحد اثنان خمسة تسعة تختار هكذا من واحد تتبعي السام حتى تنهي الكود ثم مباشرةً يدك إلى التطبيق الذي تريد فتحه وبعد ذلك يقوم هو مباشرةً بفتح التطبيق. وشيئون آخر هذا هو هنا يشرح لك كيف مثلاً عندما يقول إفيو باسورد ستة سبعة ثمانية تسعود تختار هكذا مثلاً عندك في الدائرة الأولى ستاة في الدائرة الثانية السبعة في الدائرة الثالثة ثمانية في الدائرة الرابعة التاسعة تقوم بخط مباشر في مثلاً عندك دائرة فيها رقمين. كل ما عليك هو ستة سبعة ثم الدائرة الثالثة وبعد ذلك تنتهي هذا كل شيء. وهناك أيضاً نقول من السيكريتي هنا إن كنت تريد تغيير الفاسورد إن كنت تريد أن تقوم بتطبيقات معينة أن تقوم بإقفالها. مثلاً أنا أختار تفين سبعة ثالثة ألفان وسبعة عشر أختار تطبيقة التي أريد إقفالها هارنا. نتذر قريباً هذه هي. أختار أي تطبيق مثلاً هكذا. لكن أنا أحتاجه كثيراً. بالتأكيد سأحتاجه لكن ليس أنا. ثم بعد ذلك تذهب إلى هنا السيفي يقوم بتشغيلها هكذا. وهنا سترون أهمية ذلك الاجتماعي. عند عندما تشاغل هذا الاختيار يقول اختار كم تريد من الأخطاء حتى يلتقت لك الصورة. مثلاً اختار مرة أو مرتان أو ثلاث مرات هذا مرة وهذه مرتان. أنا سأختار ثلاث مرات مثلاً ثلاث مرات ثم يخطي اعطيك الجماعي الخاص بك. أي عندما يتم التقاط الصورة للمتطفئ الذي يريد الدخول إلى هاتفك يرسلها مباشرة إلى بريدك الإلكتروني. وأي من آخر يأتيك مباشرة عندما تدخل إلى هاتفك أو لحسبك المحمول أو أي شيء يأتيك رسالة من الجماعي تقول بأن هناك من حاول الدخول إلى هاتفك. خاصة إنك مثلاً صارق أو ما إلى ذلك وحاول الدخول إلى هاتفك فستلتقت له الصورة ويرسلها إليك دون أن يعرفه بذلك. حتى ولو قام بفرماتة الهاتف وأخذه معه أو ما إلى ذلك فبإمكانيك أن تعرف صورتهم من خلال الشاشة التي ستأتي إليك. هذا أجمل هذا من مميزاته الجميل جداً بالنسبة لهذا التطبيق. هذا كل ما يهم حالياً في هذا التطبيق حالياً. هذا كاميرا لايت يقوم يخلق الصورة ويرسالها بالكاميرا الأمامية ويرسلها مباشرة إلى هاتفك المحمول. إلى بردك الإلكتروني. أتمنى أن تستفيدوا من هذا التطبيق وتدعموني باللايك إن أعجبكم هذا التطبيق وهذا كل ما يهم. مهماً تستفيدوا هذا كل شيء. يالله أراكم لاحقاً عن مقارب إن شاء الله. إن احتجتم أي موضوع وما إلى ذلك كنوا مع لكم بالتعليق في أسفل الفيديو وهذا كل شيء. أراكم عما قارب إن شاء الله. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة